الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين أهلا بكم شهدت أسعار الدنار الإراقي يوم السبت ارتفاعا طفيفا مقابل الدولار الأمريكي وسجل سعر الصرف في بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 1478.5 دينار مقابل الدولار الواحد بينما كان سعره يوم أمس 1479 دينار للدولار في حين بلغ السعر في محال الصيرفة 1482.5 دينار للدولار الواحد أكدت مصادر مطلعة بأن العمل في مشروع ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة لم يتقدم خطوة واحدة بسبب الفساد وسوء الإدارة وأوضحت المصادر أن شركة الكورية المسؤولة عن تنفيذ ميناء الفاو لم تحرز أي تقدم في تطوير المشروع رغم مرور ثماني سنوات على البدء به محملة حكومة الكاظم المسؤولية الكاملة عن توقف المشروع ورفض هيئة الاستثمار الحكومية للعرض الصيني الذي أضاف إلى عروضها أكثر من سبعة أو أكثر من سبعة مشاريع أخرى لتحويل جزيرة الفاو إلى مدينة صناعية متكاملة أعلنت شركة تسويق النفط في العراق سومو أن الشركات النفطية الهندية كانت الأكثر عددا في شراء النفط العراقي خلال شهر تشرين الأول الماضي وذكرت سومو أن عدد الشركات الهندية التي اشترت النفط العراقي ثماني شركات من أصل إحدى وثلاثين شركة اشترت النفط خلال الشهر الماضي مبينة أن الشركات الصينية جاءت بالمرتبة الثانية بست شركات تلتها الأمريكية والإيطالية واليونانية والكورية الجنوبية أعلنت هيئة المنافذ الحدودية إحباط محاولة تهريب أجهزة طبية في منفذ ميناء من قصر الشمالي في محافظة البصرة وقالت الهيئة إنه تم ضبط حاوية معدة للتهريب حيث تحتوي على أجهزة ومستلزمات طبية ومختبرية تستخدم في عمليات التجميل مخبأة خلف مواد للديكور مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد تخطى سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء حاجزة 25 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد ويعد ذلك أعلى مستوى يبلغه سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية منذ بدء الأزمة الاقتصادية في عام 2019 والتي خسرت فيها الليرة أكثر من 90% من قيمتها وهذا وتدهورت قدرة اللبنانيين الشرائية في ظل رفع الدعم عن المحروقات والأدوية والغذاء أكد السفير السويسري في تركيا جان دانيار راتش رغبة أضرز شركات بلاده في الاستثمار بتركيا بعدة مجالات على رأسها الصحة والبناء وأوضح راتش أن سويسرا تحتل المرتبة السادسة بين الدول المستثمرة في تركيا مشيرا إلى أن الشركات السويسرية بدأت في الاستثمار بتركيا منذ عام 1930 هذا وبيّن راتش أن هناك مجالات مهمة يمكن الاستثمار بها أبرزها الصحة ومشاريع البناء الضخمة لافتا إلى أن تركيا تقع في نقطة هامة إضافة إلى بنيتها السكانية الشابة أرجأت منظمة التجارة العالمية في اللحظة الأخيرة أول مؤتمر وزاري لها منذ أربع سنوات بسبب ظهور المتحور إيمي كرون المثير للقلق ما يحبط الأمال بعادة إطلاق أعمال المنظمة هذا واتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 164 على تأجيل المؤتمر الوزاري الثاني عشر إلى أجل غير مسمى في أعقاب انتشار المتحور إيمي كرون الذي دفع حكومات كثيرة إلى فرض قيود مشددة على السفر ما سيمنع العديد من الوزراء من التوجه إلى جنيف في تأمون مجزيل اللقاء